المتعة والشيء الأساسي اللي بنربطه طبعاً بكل مناسبة في حياتنا سوى بأخروجة، تجمعات عائلية، أي مناسبات وغيرها بس للأسف أغلبنا مش بيقدر يتحكم في إحساسه بالجوع وكمية الأكل اللي بيأكلها وطبعاً بيخلي الشخص بيزيد في الوزن بشكل سريع خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وهو أكتر فصل مشهور بالإحساس دايماً بالجوع في نفس الوقت هو برضو من أكتر الفصول اللي بيزيد فيها معدل الحرق بشكل كبير طيب إزاي نقدر نسيطر على الإحساس بالجوع وكمان نستفيد من زيادة الحرق علشان نحافظ على وزننا واللي عنده زيادة في الوزن يقدر يتخلص منها ده اللي نعرفه مع ضفتنا اللي منورونا دكتورة دينة أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز أهلاً وسهلاً بيك أهلاً بيك أهلاً بيك أهلاً يا دينة من ورانا حبيبتي بنورك بنورك بجد نحن بنتكلم في موضوع مهم وكلنا طبعاً عايشين في اللقطة دي بتاعة الأكل الكثير في الشتاء والأكل كذا مرة صح نحن عايزين ناكل وعايزين نشرب طول الوقت حاجات دافية أنت بتسمعي على طول المشروبات المشهورة في الشتاء الشوكولت السوخل السحلب الحاجات دي كلها والحاجات دي مليانة كالرز اللي بيخلينها طول وبالذات بقى بالليل ييجي الليل طويل ييجي بالليل ونحس ان احنا طول وقت عايزين ناكل أو نشرب حاجات دافية وحاجات كلها كالرز ليه ده بيحصل لان في الشتاء درجة حرارة الجسم بتقل فلما بتقل لازم الجسم يستهلك سعرات حرارية عشان يرجع يدفي جسء الجسم وكمان اول ما درجة الحرارة الجسم تقل على طول بحس ان انا عايز اكل او اشرب حاجة سخنة عشان اعوض انخفاض درجة الحرارة عشان كده طول الوقت احنا في الشتاء بناكل وبنشرب حاجات سخنة مش صحية وبندخن فلازم نعرف ده ولازم نستفيد ان معدل الحرق في الشتاء اعلى ده احنا على فاكرة احنا ممكن نخص في الشتاء اكتر الناس فاكرة ان معدل الحرق في الصيف اعلى عشان ان الدنيا حار لا في الشتاء احنا لازم نستفيد في الشتاء ان احنا بدل ما ندخن لا احنا نخص في الشتاء ازاي بقى والاكل الكتير بنناعمل في ايه ازاي مهمة قوي ان احنا كلنا يعني كلنا احنا ستات ورجالة عندنا هوس الأكل وعندنا شهية الأكل والشهية على طول مفتوحة وإن حد أن أنا أروح لدكتور ويماشيني على ضايت بيبقى صعب ناس كتير معنداش الإرادة أن أنا أمشي على الضايت طب أعمل إيه؟ يبقى لازم أجبح شهيتي أو أقلل شهيتي بقدر الإمكان إزاي بمنتجات تبقى مرخصة؟ ده مهم جداً المنتجات تبقى معروفة والشركة المنتجة تبقى معروفة زي الشركة بايناتشرلز ومنتجاتها المرخصة زي بايو بيستا أو بيستا تصريح وزارة الصحة طبعاً طبعاً دي حاجة مهمة جداً من أهم المكملات الغذائية اللي اتطرحت في السوق في مصر هو بيستا كورس كامل متكامل زي ما أنا شايف على الشاشة الكورس عبارة عن بيستا هنتكلم على المكورات بتاعة بيستا بيستا هو المسؤول عن إنقاص الوزن وهقول إزاي مع المالتي فيتامين عشان ما خسش وحس إن وشي تعبان أخسه يبقى عندي طاقة وده القلبة مالتي فيت برضو مرخص من هيئة سلامة الغذاء مع الجرين كافي اللي بيعليلي معدل الحرق عندي هو ده الكورس اللي من إنتاج شركة بايناتشرلز وطبعا بقول إن الشركة هي الوكيل الحصري لكل المنتجات بتاعتها وإزاي نقدر نحصل على الكورس اللي يقدر يخصصني بدون حرمان ويخصصني بصحة وبأمان إن أنا أتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة والردي بيبقى فيه فريق طبي كامل بيتابع الحالة سواء ستة أو راجل كل أسبوع بنقدر نتابع الحالة خسه كم كيلو لأن ده مهم مريض السمنة مهمة قوي إن أنا أتابعه وأشجعه ناس كتير خست يعني أنا أسمع أن عندنا من أستاذ العملة ناس خست بالخمسة كيلو في الأسبوع وناس تانية خست بالاتنين كيلو هي ما بتبقاش ستاندر كل واحد زي التين ما بتبقاش ستاندر عندي معدل الحرق بيفرق عندي السن السن طبعاً طبعاً السن بيفرق والست غير الراجل الراجل اللي عنده القوة العضلية أعلى أنا طول ما أنا عندي عضلات طول ما أنا بحرق أكتر إحنا كالستات عندنا دهون شوية أكتر فالحرق بتاعنا بيبقى أقل فأنتي عندك كذا حاجة والناس اللي أوفر ويت قوي التخان قوي بينزلوا مرة واحدة الناس اللي مش أوفر ويت قوي بينزلوا بالراحة وعايز أقول يعني في حاجة كمان يا أستاذ دعاء إن أنا هبدأ دايت يبقى أنا لازم دلوقتي أنزل لعشرة كيلو لا لا أكبر غلط على فكرة بالصبت خصوا بالراحة وخصوا على فترة أحسن بكتير من أنا خص في أسبوع وارجع أرجعهم تاني صح فدي حاجة مهمة ومش حلوة على الصحة أن أنا أنزل مرة واحدة تعيي نمسك بقى منتج منتج نتكلم عنه هبدأ معاكي ببيستا ببيستا زي ما أنا شايفة فيها كشور السليم فيها الشفان وفيها ردة الأمح أهم حاجة أن أنا لما أخذ أستخدم منتج يبقى عبارة عن ألياف طبيعية المنتج بتاعنا ما بيشتغلش على سنترز في المخ فأنا مش هاخده ولقي يعني أنا كنت أسمع بنات صحابي كتير عايزين يخسوا بياخدوا حاجات وطول الوقت ألاقيها عصبية مش عارفة تنام طبعا لا ده ما بيشتغلش عن مخ خالص هو بيشتغل الألياف اللي فيه لما باشربه على كوباية مية كبيرة قبل الأكل بنص ساعة هحس أن أنا خلاص لما أبدأ أكل ما فيش شوية وهلاقي نفسي شبعانة طبعا الناس كتير بقى لما بتيجي بقى على الغدى بتلاقي الطبق ما شاء الله يعني بتلاقي فيه كل حاجة لا هتلاقي الطبق اللي قد كده بقى ربعه بس لأن الألياف اللي جواه لما شربتها على المية ونزلت على المعدة المعدة بقى حجمها خلاص بقى تقد كده فالحيز اللي بقى موجود عشان يستقبل فيه الأكل بقى قليل فده اللي بيعمله بيستا بيستا هقدر أخص بكل أمان فدي حاجة كويسة جدا وطبعا تعموا عصير طفاح أو تعموا طفاح أخضر فهيبقى تعموا مستسخ جدا حتى للشباب الصغير مش هيحاس انه بياخد حاجة مرة إطلاقا بيتحط على مية أو لو عايزين نحطه على عصير نغير طعم الطفاح أكيد يبقى من غير سكر ولو حطته على لبن يبقى خالي الدسم وطبعا كمان داخل بيستا عندي الكروميوم الكروميوم يعني مادة مهمة قوي قوي لزبط مستوى السكر في الدم وزبط مستوى الكوليسترول في الدم وحرق الضهون المخزلة وعندي كمان داخل بيستا فيتامين سي طي حد يقولي إيه ده فيتامين سي اللي دخلوا في الخساسان فيتامين سي احنا عارفينه للنضارة للمناعة لتعزيز الكولوجين لتعزيز الحديد لكن الدراسات الأخيرة أثبتت أن فيتامين سي يدور فعال جدا في إنقاص الوزن هايل ده كده أول منتج اللي هو بيستا بالزبط تعالي قبل ما نكمل المنتجات نشوف حالة جربت المنتجات ونشوف الناس جاي احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي سعدتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما خص كنت أبعني من الحاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فلبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحياة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا بستخدم فيستا بالعكس أنا كنت أباكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت فيستا بصراحة الموضوع اختلف معايا جدا كنت بستخدم فيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بتطعم التفاح فأكيني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خصيت بصراحة الموضوع اختلف معايا ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم يستخدموا بيستا شفنا طبعا إزاي يعني هو سعيد وحياته اتغيرت وشكله برضو صحي يعني خاص بس فيه كده نضارة برضو متخيلة لو يعني هو خاص كتير قوي إحنا كساتات لو نزلنا أو يقسنا ووزنينا على الميزان ولينا نفسنا خاصين كيلو يا لهوة على الفرحة طبعا فما بالك أنه خاص كل ده خلي بالك الخصية بتدي ثقة بالنفس طبعا وبيحس أن هو طاقته أحسن يمكن ناس كتير برضو مش فهمة في قنصة بتقولك إيه أنا هاكل أنا حسن أن طاقتي قليلا أنا هاكل سكر عشان الطاقة ناس كتير مش فهمة ندامش صح أنا لو قللت سكري في اليوم الليلة معدل كميات الحلويات والسكريات اللي بيخدها في اليوم أنا طاقتي هتبقى أحسن وطبعا الصورة دي واضح أنها أمامتها مش هي فأكيد لما منخص الحياة بتختلف الحياة بتختلف 360 درجة مش 180 بس سبحان الله دعني أن الحياة بتختلف وطبعا أنا كمان عندي لما قلت لي أو أستاذ دعاء أن هو شكله خصص بصحة أيوة دي ملحوظة مهمة بصراحة طيب إزاي أعرف لما خص كل كيلوهات دي يبقى شكلي صحي يبقى لازم أخذ مع المكمل الغذائي اللي بيعمل على أنقص الوزن وبقلل الأكل كتير لازم أخذ ملتي فيتامين يعني ده ABC إن أنا لازم أخذ مكمل غذائي فيه فيتامينز كتيرة الفيتامينز اللي تقدر تعليلي معدل الحرق تقدر تعليلي التمثيل الغذائي التمثيل الغذائي أنا بسميه ده الحياة التمثيل الغذائي مهم لكل العملات الحيوية في الجسم Alpa-multi-vit من أقوى المكملات الغذائية المليانة فيتامينات ومعادن مهمة جدا لصحة الإنسان من أهم الفيتامينز طبعا فيتامين بيه المركب موجود داخل Alpa-multi-vit كل العيلة ولو هتكلم على الشعر أنا عندي البيوتين مهم قوي داخله داخل Alpa-multi-vit مهم قوي لصحة الشعر عندي الفوليك أسد الفوليك أسد مهم جدا لصحة الشعر وكل فيتامين به موجود حتى الكوبالامين اللي مهم لدعم كرات الدم الحمرة ومهم لدعم الأعصاب احنا كلنا عارفين إن فيتامين بيه مهم لصحة أعصابنا عندي داخل Alpa-multi-vit عندي فيتامين سي بنسبة 500 ميلي جرام يعني مناعة قوية يعني نضارة للبشرة يعني تعزيز امتصاص الحديد عندي كمان الزنك بنسبة عالية جدا 23.9 وعندي كمان الكالسيوم عشان تدعيم قوة عظمنا والكالسيوم مهمة قوي لانقباض عضلة القلب والكالسيوم مهم للصحة النفسية جاه اه طبعا مهم جدا للصحة النفسية ومن أهم الفيتامينز اللي داخل Alpa-multi-vit المهمة للصحة النفسية هي الفوليك أسد عشان كده لما بتيجي بعض الأمهات لما بيجوا يولدوا بيجي حاجة اسمها اكتئاب ما بعد الولادة هو قصلا بيتاخد في أثناء الحمل أثناء الحمل وكمان من قبل ما بتيجي الأم يعني وهي بتقرر الحمل لازم تاخده لان الفوليك أسد هو اللي بيدعم الخلايا العصبية للجنين وبيمنع تشوه الأجنة وكمان بعد ما بتولد لازم تمشي على الفوليك أسد عشان اللي اكتئاب طبعا 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 والريديفوليك أسد موجود عندي في Alpa-multi-vit كمان وزي ما أنا قلت طبعا فيتامين سي وعندي فيتامين إي أقوى مضاد أكسادة في العالم هو فيتامين إي من أهم مضادات الأكسادة في العالم فيتامين إي مضاد الأكسادة يعني أنا ببنع انتهابات الجسم وإحنا جسمنا بيتعرض للانتهابات يوميا كمان من غير ما نحس هو ده Alpa-multi-vit اللي بيطلع مع بيستا وبيطلع كمان الجرين كوفي عشان نزود معدل الحرق اللي هي القهوة الخضرة القهوة الخضرة وبرجع أقول إن شركة بايو ناتشرلز هي الوكيل الحصري لكورس بيستا الأرقام ظهر على الشاشة بنوصل لكل محافظات مصر عندنا فريق طبي بيتابع الحالة كل أسبوع وعندنا كمان صفحة على الفيسبوك اسمها بايو بيستا هتطلع هذه الصفحة ده الكورس طبعا من بيستا من Alpa-multi-vit من القهوة الخضرة بيستا بيتاخد قبل الأكل تطلع فيسبوك على الشاشة برضو اللي عايز يتابع بيستا قلت إن فيه فريق بيتواصل طبعا طبعا فيه فريق بيتواصل عن طريق حتى الصفحة وعن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة بيستا بيتاخد قبل الأكل قبل الوجبات الرئيسية الفريق الطبي هو بقى اللي بيحدد هياخد كيس ولا اثنين ولا ثلاثة وعندنا كمان بعد ما بيحصل الخسسان ونزلنا الكلوات اللي احنا عايزين عندنا كورس تزبيت عشان ما نرجعش تاني ندخل ده مهم جدا وقالب مالتي فيت بيتاخد هو قرص واحد بس فيه ناس يقول لك إيه آه دي مقويات فأخد خمس ست قراص لا ده مش صحة خالص يعني لما كمان بيجربوا قالب مالتي فيت بيلاقوا مناعة قوية بيلاقوا طاقة كويسة قوي بيلاقوا شعر كويس بشرة كويسة فيقول لك لا أنت مناخد قرصين تلاتة لا هو مش بكتر الفيتاميز هو المصرح به من هيئة سلامة الغذاء هو قرص واحد القرص ده بيتاخد بعد الفطار بساعة أو بعد الغداء بساعة مش قبل النوم عشان فيتامين به بيدعم الطاقة فمش عايزة المريض يحصلوا عندما بسميش مش يقول مريض سمنا يعني الحد اللي بيأخد قلب ملتي فيت ما هيصلوش قرق وقلب ملتي فيت بيتاخد للناس اللي عايزة تخس والناس اللي مش عايزة تخس أي حد فينا لازم يمشي على ملتي فيتامينز وقايا يعني وقايا لا والناس اللي مش عايزة تخسوا عايزة منعيتها تبقى قوية عايزة صحة صحة هي الفيتامين الصحة طبعا لأنحنا ما بنعرفش إن احنا ناخد الفيتامينز اللي الجسمي بيحتاجها يومياً عن طريق الأكل السحي المصادر الطبيعية لأطبعاً صعب أحنا فقرتنا خلصت وأنا بشكرك جداً في نهاية الحلقة نوارتينا تسلامي تسلامي وسيل حضرتك أولي شكراً ليكي وبشكرك ومشاهدينا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته